انت بوقتها بلجتي ريبورتر وبلجتي تسجلي صوت وتنزلي صورتيات وبعد وقت قليل كمانا صورتي مندوبة بمجلس نوعين التينية وبحرب تموز كنت كمان من المراسلين الاساسيين كنت اغلب الوقت يمكن بين الضاحي وبعبده وبهاي المناطق ونمنع عشنا هاي الفترة صح نمنع نمنع وبعتقد الحرب تموز عملة نقلة لنيو تي في نوعا ما للكل عملة نقلة لنيو تي في كمؤسسة وللأشخاص اكيد لأن انا بقلهم كانت معمودية النار بالنسبة للمعمودية النار بالكريير كانت حرب تموز ايه وما قبل يعني كانت نيو تي في بالنسبة للعالم انه هادا التليفزيون اللي هدفه يهاجم رفيق الحريري ويكون مع ايميل الحعود ومع سليم الحص يعني كانت محصورة باطار معين بعد حرب تموز وبعتقد جزء اساسي لانه كلنا كلنا عم نخوض لو بفترات شوي زمنية ابعد بس كلنا كانت تقريبا تجربنا الاولى وكان عندنا هادا الحماس لننزل ونغطي بينما بتحس ال ال بي سي ما كانت موجودة كانت مسكرة بوقتها انه كانوا اكتر اخذين مسافة يعني ما كانوا ينزلوا على الارض وهيك فبلشت العالم تشوف نيو تي في بعين انه هادا التليفزيون اللي بيكون موجود على الارض دايما وعملت انا رأيي بس هادا سبب رئيسي لانه العالم كلها كانت ببيوتها وعب تحضر تليفزيون بس كمان هو انت شو بيميزك عن غير محطات مطاريقتك انت كيف عم تتعامل مع الارض يعني اكيد المنحة المسار المنحة تبعك كيف انت عم تتعامل مع الارض في كتير مؤسسات العالمية ليش الجديد اثرت بالعالم لانه اللي كان انا عمله جنون كمانا لانه عن جد حطينا الى جانب مهنيتنا كل انسانيتنا هم تبهي جزء منه انا بعترف من ميلتي عن هبل باي معنى يمكن هلأ في قصص اذا بتعيد حساباتك فيه ما ترشد لا مثلا انا بحكيكي صراحة انا ما كنت اعرف انه في بالحياة الطبيعية شي اسمه اس ان جي وانه انت المنطق انه يكون معك اس ان جي تروحي وتطلعي منه لايف انا كنت فكر انه هيك تنعمل يعني انا مذكر نحنا كان عنا لنك بصيدة كنا نروح يعني تخيلة وعودة يعني محمد كلاكش حي يرزق وزميلنا عندنا عضلة يعني سوء مسافات تنطلع الرسالة عبتحكي انت بوقت حربتها موزا نروح على مرجعيون يعني انا اعتبر انه هذا هو الشغل يعني تروحي على مرجعيون تصوري مرة كانوا فايتين الاسرائيلية او شي ونرجع نطلع رسالة من صيدة عرفته وازعل يقولوا العالم ليك شو كذبين نيو تيفي انه عب يطلعوا من صيدة او عاملين حالهم يعني ما افهم انه هو بالمنطق لازم يكون معك او فاكر انه هذا الشي الاس ان جي بس احنا ما كان عنا يمكن اه كان فيه واحد او ما فيه ولا واحد يعني انا جاد ما كنا نفهم من مارت كتير قصص انه هاي بديهيات العمل فهذا الشي شافول عنا يعني كيف مثلا بس تكوني عم تتعلم يعني شافوك عم بتقاتل باللحم الحي اي شافونا وحبونا شافونا عم ناتل تابليك فكرة نظرية انه انت نايم بالتليفزيون كمان انت نايم بالتليفزيون عم تقوم تشتغل نشرة الصبح اوكي ترجع تخلص انا عم بحكي بالنسبة لقليلين خلص نشرة الصباح اتلع عامل الحدث انت كنت بوقتها بلشت زيعي لا اه كنت بلشت حدث 2005 انا بلشت اخبار 2007 اه اه قبل حرب تموز بلشت حدث بلشت 2005 فنخلص تحضير نشرة الصبح اه موظبوط اطلع عامل حلقة الحدث خلص نشرة الحدث اطلع استلمان كلارا جحة ببعبدة اللي هو اللينك اللي كان يكشف عالضاحي يتغطه فيه صح هلق عادة عن الزوربات اللي نزوربات بس هو انت مركزك فوق اطلع استلم لنشرة المساة انا كنت ايام اطلع سلم قبل نشرة المساة ليش لانه مع وقت غيرنا البرمجة كلها عملنا شي بروغرام اسمه علي صوتك فك اطلع انزل ارجع اتهندم وقلبس وروح وطلع لايف وين نطلع لايف بيعلي صوتك من استوديو الحمراء اه اه اكيد كان جنون هذه الحياة عن جد كان جنون وانا بعتقد لو ما كان عندنا هالقد طاقة عشان هيك سميتلك لها مع مدية النار اه اه لانه عجنتنا وخبزتنا بكل شي يعني حتى المحل اللي كنت انت مضطر توقفي على الكاميرا محل المصور عملتها حتى وقت اللي كنت مضطر انك تمنتج مزبوط منتجنا اه نتبادل على السنترال على التليفون لانه بتتذكر وقتا فتحنا كان في اتصالات كتير اه كنا نجرب الناس اللي مضايعة بعضا كان بعض لا في واتس اوب ولا في شي كان صحيح ناخد اتصالات انه حتى ناس تقول انه نحنا بدي يقول لابني يلي موجود الاسمه كزا موجود هاي انه انا وباية كسرنا بيعلي عملت حالي عملت حالي رهيبة كان في هذا اللوجو الشهير اللي عمله كمان زميلنا علي الحاج حسن وزميلتنا رشا عمورة صامدون وغنيئة اه وخلقت علاقة باعتقد مع بيئة اه مش حزب الله شرط بس بيئة الحزب والحركة وجو الجنوب والضاحية اه علاقة بين نيو تيفي وهذا الجمهور لانه حسوا بهال علاقة الانسانية لانه حسوا بهال علاقة الانسانية هاي شي اللي اتناكيه بالاول انه ما كنا بس ناس مهنيين عم نعمل شغلنا في جانب انساني ما فيك تطلع منه لو شو ما عملت ما فيك تطلع منه بهاي الحالات بحالات الحروب والكوارث ما فيك تزد انسانيتك عشان عم وبقت هايدي العلاقة بيرغم كل شي صار بس بتحسي بعد وهذا الجمهور بيحضر نيو تيفي أو الشغل اللي بتطلع عن يو تيفي بتستفزل أكتر مما لو طلعت على ال ال بي سي أو ال ام تيفي لأنه لو شو ما عملت وعملت نقلات فيه نقلات بالحياة بتعملها فيه تغيير أمزجي فيه كل هيدا لو قد ما تعمل هيدا النقلات الجديد تعرف أنه فيه ثوابت عنك نفسه العداء لإسرائيل ثابت حقنا بالمقاومة بوجل الاحتلال ثابت شويكا عميلك قد ما نعمل برمات فيه بوصلي ما منضيعة تاني مرات بيطلبوا أكتر من هيك الشبيبي يعني مرات بس احنا عم نقول بيقدروا يطلبوا اللي بدوني بس عم نقول فيه بوصلي العلاقة بالثوابت السوابت الوطنية وبمبادئك ما بتضيعة أنا جديد كيف ما برمين ما بتضيعة برأيك تلفزيونات تانية عم بتضيعة احيانا اه احيانا اه منا نتخبه لكن ليش بيخلي جمهور يكون معهون وما يكون معهون لانه بيحس انه فيه مرسل علم انه هيدا جمهور بمحل المحلات مع بيوفر نيو تيفي حتى بهذا الموضوع عبيتهم الكل انه هن عملة سفرات وعملة امريكان وعملة اسرائيل حسب شو بتكفي بهالنشرة عملية وما تنسي انه جزء كبير كمان من الجيل الجديد والجيل الجيوش الالكترونية ما واعي ع حرب تموز يمكن او ما مذكرة يعني استرعب يطلع عندك جيل جديد بس فيه جيوش الالكترونية مخيفة شي مخيف يعني مشكلة رح نوصل لهم بس انا تظل ماشي فيهم بس انتي بالالفان وسبعة بلشت نشرة اخبار صح ولا اكتر شوية الفان وثمانة وصارت شوية شوية عب تخف نزلاتك على الارض يمكن صارت اكتر الصراعات يلي صار اه لما بلشنا الحدث بالالفان وخمسة حدث وريبورتر بس كنت وقتها ما اطلع كتير مواضيع عقد مجلس نواب وعين التيني وبتعرفي وقتها بعد اختيال الرئيس الحريري صار في عمل اربع عشرين اربع عشرين ساعة بمجلس النواب وبعين التيني وفدراحة وفرجية وحكومات تطلع وحكومات تنزل وجلسات مفتوحة ونومة بالمجلس بتنزكر هاي دي المشاديه كلها على بعضه والفان وستة قبل الالفان وستة بعد اختيال الحريري اجا عندك كمان موضوع الحوار طولات الحوار وصار فيه صحيح بتذكر بسها بخبر شغلة هاي ده على هوا بتذكر ترفيتلي مريم قتلي معلى اليوم انت بتغطي قبل الدهر وفي راس بينزل بعض الدهر عملتلي واسطة ايه 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 شو متبين يعني انه اكيد قتلي بس بتضل موجودة لانه بتكون تكونوا جوه وبره وياللي بيصر له انه كان بقتها ممنوع نفوص القاعة بس كنا ياللي بيصر له يزوري بحجة انه بنطلع الرسالة من فوق لانه كانوا سابتين اللينكات بالقاع بالبهو تتذكر كانوا بالبهو اللينكات قبلنا شو عيش حطونا كلنا لبهو وبعدين سرنا نخلق كونسبت حدا ياخد من برا وحدا ما جوه سرنا شو نصير بس نطلع على البهو نتسلل على البهو بحجة انه بننا نعمل الرسالة تقول انه مربط مع حدا ساعة مع الحاجة علي عما يسر خبرنا شو عم بيصير فوق يسربوا لنا اشيالا هو كان حلو الشغل بوقت لانه كان في حدث بتحسي ما كانت القصة صعبة تبرم بارضة فبوقتها كنت انا حدث وريبورتر يعني وقت في مجال زركات للنزلي على الارض انزل ووقت لا كان في تفرغ لمجلس النواب وعين التيني وقت بلاشت اخبار قلت لي ماريا ما حفيك تكفي بديك تتركي واحدة بتلعب بدا ما بتروك وانت قوعة تقربيلي خاصة عموضوع الريبورتر انه قال ليه طيب استفله اوكي المهم صرنا حدث وريبورتر واخبار بدي اعترف انه انا للألفين وتسعة ضيانت للألفين وتسعة لأبل انتخبت بشوي خبات لألفين وتسعة ايه لقدم مربطة انا ما عاد فيه كنت اتزوجتي كمان بوقت ايه وكان صار عندك انا مزوجة بالألفين وتسعة اوكي كان عندي كندة ادخل انا بالألفين وخمس اجرام يعني اكيد ايه فمعت فيه لا وحتى عن جد صرت بمرحلة يعني انت ما عن بعض شو ما بصير معا يعني